طيب خلينا نروح دلوقتي له مقار جريدة شروق مرسلنا رسلتنا العديدة مريم ساميح ونتابع معها أم الأخبار الرياضية في الصحف وفي المواقع مريم صباح الخير عليك يوم عاكي يعني منشطات في غاية الأهمية يمكن بنتحدث فيها من المنشطات دي عن أزمة دفاعية بتضرب المنتخب طبعا عايزين نعرف منك التفاصيل أكتر وفكرة هنا كمان الموضوع الثار على السوشيال ميديا وهي غضب جماهير ليفر بول من فيفا وجوايس داباست خاصة بمحمد صلح خلينا نعرف فينك تفاصيل أكتر صباح عليك يا نهواند وصبح عليك يا كريم وصبح على كل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة الشروق جولة يوم الثلاثاء زي ما أنت قلت يا نهواند بالضبط هيكون معنا كافة هذه العنوين والحقيقة أن هي دي العنوين المصارى صباح اليوم الثلاثاء سواء في الأخبار المحلية أو العالمية ولكن خلينا الأول يعني نبتدي بأخبار منتخبنا المنتخب الوطني الأول لقرة القدم طبعا من جريدة الأخبار أزمة دفعية تضرب المنتخب بالحيان النهاردة هيختتم المنتخب استعداداته أو الميران الأساسي اليوم ده استعدادا طبعا لمواجهة السودان المقرر لها غدا في تمام الساعة التساعة مساء وده طبعا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من منافسات كأس الأمم الإفريقية طبعا كيراش بيواجه أزمة كبيرة جدا في الصفوف الدفعية ده بعد إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين وده بسببه طبعا رفع كيراش الحمل أو حملة الميران أمس في التدريب وخليه على فترتين صباحية ومسائية كمان كيراش مع الجهاز الفني المعاون الحقيقة وكمان مع اللاعبين كان هناك مشاهدة لجميع مباريات السودان وكمان تحديدا المباراة الأخيرة أمام نيجيريا والحقيقة أن التقرير بيقول أن كيراش فوج بوجود عناصر أساسية ومميزة كبيرة في جميع صفوف الفريق منتخب السودان وده اللي خلاه يشعر بحالة من القلق مع الإصابات الموجودة في صفوف المنتخب طبعا بعد التأكد من غياب محمود حمدي الوينش المصاب بشد في العضلة الأمامية وكمان مع غياب أكرم توفيق عنصر مهم جدا بعد إصابته في الرباط الصليبي ومغادرته صفوف المنتخب كمان بتستمر عدم جهزية أحمد فتوح والأصيب بشد في السمانة يعني بيدرس كيراش بقى في الوقت الحالي لخطة بديلة بعد هذه الإصابات كلها كانت في صفوف الدفاع وأكثر من سيناريو مع الجهاز المعاون بيدعو كيراش يمكن بيفكر جديا في الدفع بمحمد عبد المنعم مع أحمد حجازي على أن يكون عمر كمان ظهير أيمن وأيمن أشرف في النحية اليسرى أول دفع بأيمن أشرف بجوار حجازي مع اللعب بفتوح وعمر كمان كظاهيري أيمن كمان يعني يمكن بعد الهجوم الكبير اللي قبله كيراش في اللقاء الماضي بعد عدم الدفع بمحمد شريف في يعني اللقاء بيدرس كيراش أن يكون محمد شريف موجود في صفوف المنتخب في مباراة السودان ومن جارة الرياضية أوباميانج يغادر عاد أوباميانج لعب منتخب الجابون الأول لقرة القدم إلى صفوف فريق أرسنل الإنجليزي من أجل استكمال تعفيه من تدعيات إصابته بفيروس كورونا يأتي ذلك قبل مواجهة المغرب اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة دور المجموعات في كأس الأم الإفريقية وقال الفرنسي فاترس نوفو مدرب الجابون في المؤتمر الصحفي نظرا للمشكلات الطبية اللي بيعاني منها أوباميانج اتخذنا قرارا بالتوافق مع الطبيب بإعادته إلى أنادي ومن جانبه كمان هدد خليلو زيتش مدرب المنتخب المغربي خلال المؤتمر بمقطعة المؤتمرات الصحفية كشفا عن أن برنامجها لا يناسبه نهائيا وكمان بيربج حساباته التقنية والتيكتيكية ويتزامن مع الحصة التدريبية المنتخب ده طبعا اعتراضا على تزامن المؤتمرات الصحفية مع الميران أو مع الحصة التدريبية للمنتخب اللي بيكون عايز يركز فيها وكشف التقارير صحفية أيضا مغربية أن سيكازوي الحكم الزنبي سيتولى مهمة تقنية الفار في لقاء المنتخبين وسيكازوي الحقيقة كان عليه بعض الجدل المثار خلال الفترة الماضية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لأنه تسبب في أحداث مسيرة خلال مباراة تونس ومالي ضمن الجولة الأولى لأنه أنهى المباراة قبل الوقت الأصلي وبعد احتجاج تونس الحقيقة كان فيه استكمال غريب للعب حتى الديئة 89 وبرضو بعد هذا القرار أطلق صفيرة النهاية مجددا ومن موقع كورا صلاح يختار نجم تشيلسي وتخالف سباق الأفضل منح محمد صلاح قائد منتخب مصر أكيد ونجم ليفر بول الإنجليزي صوته للنجم الإيطالي جورجينيو في سباق التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم في العام الماضي أو 2021 وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم عقب أعلان جوائز الأفضل عن نتائج تصويت قادة المنتخبات ومن بينهم محمد صلاح قائد الفراعينة ومنح صلاح صوته لجورجينيو ثم جاء ميسي نجم باريس سان جرمان في المركز الثاني ثم طبعا ليفاندوفسكي هدايف بورن ميونيخ والمتوج بالجائزة في المركز الثالث وفي سباق أفضل مدرب اختار صلاح الألماني تومس تخال مدرب تشيلسي ثم جورديولا مدرب منشستر سيتي ثم يلي روبرتو منشيني مدرب منتخب إيطاليا فضل أيضا صلاح اختيار زميله أليسن حارس مارما منتخب البروزيل وفريق ليفر بول كأفضل حارس في العالم ثم جاء أدوارد مندي حارس تشيلسي في المركز الثاني ثم كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي في المركز الثالث وبخصوص العنوان يمكن يا نهواند اللي انت تطرق طيله وهو الهجوم الكبير اللي كان على تويتر امبارح ومستمر حتى صباح اليوم بسبب عدم اختيار صلاح ضمن جائزة دي باست من الشروق جماهير ليفر بول تهاجم فيفا بسبب محمد صلاح وجوائز دي باست طبعا بعد ما فعلت التشكيلة المثالية للفيفا للعام 2021 من اسم الدولي المصري محمد صلاح النجم ليفر بول الإنجليزي خلال حفل توزيع جوائز دي باست رغم تواجده في القائمة القصيرة وانتقت طبعا جماهير ليفر بول على موقع تويتر الفيفا لتجاهل صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021 رغم ان اللاعب كان ينافس على جائزة دي باست نفسها وكتب احد المشجعين يجب ان نضح الجميعا لعدم تواجد محمد صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021 واضاف اخر من جمهور ليفر بول غادما تم اختيار اربع مهاجمين ميسي وكريستيانو وليفاندوفسكي وهالند لكن صلاح لم يتواجد بينهم كيف ذلك طبعا يذكر ان هذه المرة الثانية في مسيرة محمد صلاح اللي بيحتل فيها المركز الثالث في المنافسة على هذه الجائزة بعد عام 2018 دي كانت جولتنا الصحفية من داخل صالة تحيير جاريت الشروق بشكركم جدا العودة لكم مرة اخر طيب انا اخر حاجة عايز اسألك عنها يا ماريم لو سمحتي برضو الحالة المرورية في طريقك يعني ليه الجريدة ومن بيتك لغاية برضو الشغل خلينا نعرف برضو في سيولة مرورية ولا في تعثر في الحالة المرورية ده طبعا بسبب توافد الجميع في الصباح الباكر سواء لشغلهم وكمان ايضا يعني الدراسة ويمكن انا من طريقي في توجدي في يعني الدائري او كمان محيط صفت اللبن مع الدقي وكمان قصر النيل يمكن فيها عدم سيولة مرورية كبيرة ولكن يمكن بتخف هذه التعصرات مع بداية يعني الساعة الثانية عشر ظهرا وكمان مع الظهر ولكن الحقيقة ان في الصباح الباكر من السبعة صباحا وحتى قلت ساعة صباحا بيكون في تعصر كبير في هذه السيولة خلال يعني التوجه من المناطق المختلفة حتى وسط البلد رائع جدا تغطية اكثر من رائعة حقيقة ماريم نشكورت جدا عليها شكرا لك